خلينا أرجع مرة تانية للأصل دكتور فريد عفوا يعني في سفر التكوين منشوف أنه الحي اللي هو إبليس نعم أول جملة أول جملة بيتكلم مع هو أحقا قال الله يعني عم بشكك في كلام الله ويمكن من هون ابتدأت كل تمام هو لما نقرأ دخول الخطيئة بدء الخطيئة في سفر التكوين أصح ثلاثة تتضح الصورة فإبليس أتى لآدم وحوّق اللي عايشين متمتعين بخير الله اللي غمرهم وشككهم في ثلاث أشياء أقدر أحددهم يعني شككهم في صدق الله فراح للحية وقال لها مش الله أنت بتقولي إن الله قال إن يوم تأكلاني من الشجرة معرفة الخير والشر موتا تموتا طب أنا بقولك أهو لن تموتا كويس تجذيب الله أيوة الأمر الثاني دي بقى أساليب الشيطان للغاية النهاردة شغال تجذيب الله بنلاقيه فين النهاردة إنكار الكتاب رفض الكتاب اللي جواه المسيحية يقول لك يعني بنشكك إن ده كلام حرفي واللي برا المسيحية بيقول لك ده كلام يحرفوا اليهود يحرفوا المسيحين تحريف الكتاب الهجوم ضد الكتاب هو من تكوين ثلاث لنت متاسبكم من كلام الله نمرة اتنين مش بس كده شككهم في صدق الله ده شككهم في عدالة الله فقال لهم إيه يعني ليه الله يحرمكم من طيب هم اديكم كل الأشجار لماذا حتى هذه الشجرة لا تأخذاني منها يا له من إله قاسي واليوم أيضا التساؤلات تدور حول إيه عدالة الله الناس تقول لك إيه زنبو إيه الطفل اللي تولد بمرض ويموت بيه وليه الله بيسمح وليه الله بيسمح هو مين قال لك إن الله ده مصدره إنت عايز تعرف الله عمل إيه ارجع لتكوين واحد واثنين يقول لك رأى الله كل ما عمله حسن فإذا هو حسن وحسن جدا مالليه التشويع مش منه الشيطان الحاجة التالتة الله إبليس شكك الإنسان في محبة الله يبقى في صدق الله عدالة الله محبة الله طيب موقف الإنسان إيه حوة موقفها إيه وقفت في صف إبليس وتنكرت لله هذه الخطأة تصديق الكاذب وتجذيب الصادق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر